أن هناك بعض المواقع المواقع التواصل الاجتماعي تقوم بدفع مبالغ مالية حالات واقعية وقفت عليها شخصيا ونظرت أمام القضاء يتم دفع مبالغ مالية لبعض المشاهير السعوديين أو المتسعودين الذين يدعون أنهم سعوديين بهدف أن يقوموا بنشر محتوى مسيء للمجتمع السعودي راتب شهري من يوجههم؟ بعض الشركات والشركات هذه تخدم أجندة مين؟ تخدم أجندة من يحارب المملكة العربية السعودية اقتصاديا سياسيا اجتماعيا إذا انحل المجتمع يا أخي خالد انحل كل شيء المجتمع السعودي يضرب فيه المثل في كافة دول العالم بترابطه وتكاتفه و بحفاظه على قواعده و على عداته و على تقاليده كثير شفنا مشاهير كانوا محافظين و ظهروا بشكل محافظ و إلى آخره فجأة أنا آسف على الكلمة فصخ الحياة ماذا المقابل؟ قصد كل يخلعوا حجابهم كل شيء حتى الذي كان يظهر يقول لك يا أخي أنا مستحيل أجلس مع مرأة على طاولة واحدة و الآن نرىهم في التك توك يعني بث يعني أقل ما يقال عنه إباحي باعوا أخلاقهم و باعوا مبادئهم و باعوا مجتمعهم في مقابل المال فليس الهدف هو فقط غسل الأموال و أنه مثلا يبغي يدخل الأموال لا 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 هو الهدف مصالح شخصية و مقابل هذه المصالح الشخصية أنه يتضرروا والله عيال البلد الأطفال اللي موجودين و ينشأ جيل فاسد أو ينشأ جيل منحل أو كذا ما فرق عنده أنا أهم شيء عندي أنه يدخل في رصيدي في حسابي مبلغ و قدره و كذا طب المبلغ هذا من وين جاك و الله لأنه عندي نسبة مشاهدات عالية نسبة مشاهدات عالية من وين جتك من المحتوى المنحل